السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة ابناء الطلاب درس اليوم راح يكون اختبار منتصف الفصل السابع للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثالث نبدأ بالمجموعة الاولى من الاسئلة واحد طلاب عدد طلاب احد الفصول عشرين طالبا منهم اتنعشر طالبا حقائبهم سوداء وبقية الحقائب غير سوداء اكتب الكسر الذي يمثل نسب الحقائب السوداء الى غير السوداء طبعا عندي المجموعة عشرين حقيبة منهم اتنعشر حقيبة سوداء والمتبقي ثمان غير سوداء ما نسبة الحقائب السوداء الى الحقائب الغير سوداء اطنعش على ثمانية نكتبها في ابسط صورة بالقسمة على اربعة للبسط والمقام يساوي اطنعش قسمة اربعة ثلاثة على اثنين طبعا هذه نقدر نكتبها واحد ونصف في صورة كسر اتياري لان ثلاثة على اثنين كسر غير فعلي اذا بيكون عندي النسبة نقدر نخليها ثلاثة على اثنين او نكتبها واحد ونصف سواء اثنين فواكه على طاولة خمستعشر حبة خوخ واربعين حبة مشمش ما نسبة عدد الخوخ الى المشمش نقول له خمستعشر الى اربعين القاسم المشترك الاكبر لهما هو العدد خمسة قسم البسط والمقام على خمسة خمستعشر قسمة خمسة ثلاثة اربعين قسمة خمسة يساوي ثمانية اذا نسبة الخوخ الى المشمش ثلاثة على ثمانية اكتب كل معدل مما يأتي في صورة معدل وحدة عندي 171 قسمة ثلاثة بما ان طلب عندي معدل الوحدة اقسم البسط والمقام على المقام المقام ثلاثة اقسم على ثلاثة 171 قسمة ثلاثة يساوي 57 طبعا بإمكاني اجيبها بالقسمة المطولة 17 كم ثلاثة فيها خمسة خمسة في ثلاثة 15 17 ناقص 15 اثنين وننزل الواحد يصير عندي 21 قسمة ثلاثة 57 سبعة في ثلاثة 21 اذا بيكون عندي 57 على واحد نقول لا 57 كيلو متر لكل ساعة سؤال اربعة اذا هذا السؤال الاول الثاني الثالث سؤال اربعة قراءة 45 صفحة في ثلاث ساعات نبغى في الساعة الواحدة معدل الوحدة بالقسمة على ثلاثة يساوي 45 قسمة ثلاثة ما هو العدد اللي نضربه في ثلاثة يعطيني 45 15 ثلاثة قسمة ثلاثة واحد اذا هنا بيكون نقول لها صفحة لكل ساعة 15 صفحة في الساعة الواحدة ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية اختيار من متعدد سجل لاعب اربعة اهداف من بين عشرة اهداف سجلها فريقه في مباراة لكورة اليد ما الكسر الذي يمثل نسبة لعدد الاهداف التي سجلها هذا اللاعب إلى عدد الاهداف التي سجلها فريقه يعني كامل نقول لي اربعة سجل اربعة الفريق كامل سجل عشرة وضمنها الاربعة الاهداف اللي جابعي النسبة طبعا بسطها ما عندي طبعا هنا اربعة على عشرة فنكتب ابسط صورة للحصول على الاجابة بالقسمة على اثنين للبسط والمقام اربعة قسمة اثنين اثنين عشرة قسمة اثنين خمسة اذا يوجد عندي اثنين على خمسة فقرأ جيم هي الاجابة الصحيحة استعمل جداول النسب ادناه لحل السؤالين ستة وسبعة سؤال ستة نقول توفر ميسون خمسطعش ريالا كل اسبوع من مصروفها فكم ريالا ستوفر في خمسة اسابيع بما ان هنا اعطاني واحد الاسبوع الاول وهنا الاسبوع الخامس فاقدر اقول لي ضرب خمسة يساوي خمسة والخمسطعش ايضا نضربها في خمسة ونحصل على وين المصروف اذا بيكون في خمسة اسابيع خمسة ضرب خمسطعش خمسة في خمسة خمسة وعشرين خمسة في واحد خمسة زائد اثنين باليد سبعة اذا بيكون عندي خمسة وسبعين ستوفر خمسة وسبعين ريالا ننتقل الان الى المجموعة الثالثة تستطيع افنان ان تنظف عشر صحون كل ثمان دقائق لمساعدة والدتها في الاعمال المنزلية فكم دقيقة تحتاج كي تنظف خمسة وعشرين صحنا اذا استمر بالمعدل نفسه اولا عندي عشر صحون في ثمان دقائق نحاول طبعا نبسطها بالقسمة على اثنين قسمة على اثنين يعطيني خمسة صحون في اربع دقائق ليش احنا طبعا نبسط اولا لا يوجد عدد اضربه في عشر عدد صحيح ويعطيني خمسة وعشرين ولهذا احنا نحتاج الى الخمسة نجيب كسر مكافئ الخمسة نقدر نضربها في عدد وتعطيني خمسة وعشرين هذه القيمة فاضرب هذه في خمسة والاربع ايضا نضربها في خمسة فبيصير عندي خمسة وعشرين على عشرين اذا نحتاج الى عشرين دقيقة اذا اذا استمر بالمعدل نفسه كم تحتاج نقول لعشرين دقيقة السؤال التالي هل الكميات في كل زوج من النسب او المعدلات الاتية متناسبة ام لا فسر اجابتك وعبر عن كل علاقة تناسبية في صورة تناسب اولا عندي اربعة وعشرين صفحة في ثمان دقائق اربعة وعشرين على ثمانية وعندي ايضا اه ثنين وسبعين صفحة في اربعة وعشرين دقيقة نبسطهم لابسط صورة اذا حصلنا طبعا على اه كسر متساوي للكسر الاول والثاني فهما متناسبة وإلا غير يكونوا غير متناسبان اذا اختلفوا الاربعة وعشرين والثمانية يقبلوا القسمة على ثمانية قسمة ثمانية قسمة ثمانية يعطيني ناتج اربعة وعشرين قسمة ثمانية ثلاثة ثمانية قسمة ثمانية واحد الاربعة وعشرين والاثنين وسبعين الاثنين وسبعين من مضاعفات الاربعة وعشرين يعني اقدر اقسم البسط والمقام على اربعة وعشرين اثنين وسبعين قسمة اربعة وعشرين ثلاثة وهذا يساوي ايضا كم واحد اذا هذه هي العلاقة متناسبة نقول له متناسبة سؤال تسعة سؤال تسعة عندي ثمانية وأربعين على أربعة وستين النسبة الثانية مائة واثنين وتسعين على مائتين وثمانية وخمسين هنا طبعا نبدأ بالقسمة على ستة عش القاسم المشترك الأكبر هو ستة عش ثمانية وأربعين قسمة ستة عش يساوي ثلاثة أربعة وستين قسمة ستة عش يساوي أربعة النسبة الثانية نبدأ العددان يقبلان القسمة على ثلاثة ثنين زائد تسعة زائد واحد إذا جمعنا الأعداد وطلع لي من مضاعفات الثلاثة يقبل ويقبل على ثنين بعد نحن في البداية طبعا نقسم على ثلاثة ثنين زائد تسعة زائد واحد وساوي اثناش من مضاعفات الثلاثة ثمانية زائد خمسة ثلاثة زائد اثنين خمستاش أيضا من مضاعفات الثلاثة فنقسم على ثلاثة إذا نقول لي قسمة ثلاثة قسمة ثلاثة بيكون الناتج أربعة وستين على ستة وثمانين بالقسم على ثنين للبسط والمقام بيكون عندي اثنين وثلاثين على ثلاثة واربعين اثنين وثلاثين على ثلاثة واربعين أبسط صورة مختلفة عن ثلاثة على أربعة إذن ثلاثة على أربعة لا يساوي اثنين وثلاثين على ثلاثة واربعين إذن هذه العلاقة غير متناسبة السؤال الأخير السؤال الحادي عشر اختيار من متعدد نسبة عدد الوردات الحمراء إلى عدد الوردات الصفراء في زهرية اثنين إلى ثلاثة أي مما يأتي يمكن أن يكون عدد الوردات الحمراء والصفراء في الزهرية نجرب ست عشر على أربعة وعشرين نبسطهم بالقسمة على ثمانية طبعا القاسم المشترك إلى أكبر ست عشر قسمة ثمانية يساوي ثنين أربعة وعشرين قسمة ثمانية يساوي ثلاثة إذا الإجابة الصحيحة هي فقر ألف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر